موسيقى مساء الخير لجميع المتابعين رحبكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عمو مناطق المملكة خلال الساعات الغليلة القادمة وخلال 24 ساعات القادمة التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة أو تحديدا خلال فترة الصحور تكون الأجواء هناك نوعا مصافية ما تفرق لبعض الغيوم 25 درجة مئوية كحرارة مقاسة من محسوسة 24 الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية خفيفة السرعة بالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأ بالمنطقة الشمالية حوالة الجوية غير مستقرة مستمرة بالتأثير في هذه المناطق تبوك 36 إلى 23 نفس الحرارة والأجواء في باقي مناطق تحديدا في سكاكا وفي عرعر المنطقة الغربية عفوا نبدأ بالمدينة المنورة أيضا أجواء غير مستقرة فرصة الزخات العديد من الأمطار 39 إلى 25 جدة قصافي 33 إلى 28 أحوال جوية غير مستقرة في كل من مكة والطائف 39 درجة مئوية ل28 في مكة أما الطائف 29 إلى 20 درجة مئوية منطقة الجنوبية الغربية أيضا أحوال جوية غير مستقرة زخات العديد من الأمطار في أبهى 27 إلى 16 الباحة 25 إلى 16 وجزان 35 إلى 28 درجة مئوية المنطقة الشرقية الدمام 37 إلى 25 حفر الباطن 41 إلى 23 والإحسان 42 إلى 24 درجة مئوية المنطقة الوسطى العاصمة ريال 39 إلى 24 بريدة تقصحار 39 إلى 24 وحائل أحوال جوية غير مستقرة فرصة الزخات من الأمطار 36 إلى 19 درجة مئوية كان هذا كل ما لديني لحد الآن إلى اللقاء